ثانية عشرة من منتصف ليل الأحد طوى العالم عاما شهد العديد من الحروب والصراعات والزلازل والكوارث وباحتفالات ضخمة ووسط حال من الفرح احتفل بحلول العام 2024 في نيويورك احتشد ألاف الأشخاص لحضور إنزال كرة البلور في ساحة تايمز سكوير بأنوارها الشهيرة وقد قامت الشرطة التي انتشرت بقوة وسط منهات بإزالة سيارات مشبوهة ونصبت حاجزا حديديا للتطيق بالجموع مع تركيز على المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قبل ساعات على ذلك في سيدني التي نصبت نفسها عاصمة عالمية لرأس السنة احتشد أكثر من مليون شخص على شاطئ ميناء المدينة متحدين الطقس الذي يشهد رطوبة غير معتادة في هذا الوقت من العام وشاهدوا إضاءة جسر هاربرد بريج ومعالم أخرى بأسهم النارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان وأضاءت المفرقعات النارية سماء أوكلند وهونغ كونغ وبانكوك ومانيلا فضلا عن جاكارتا وريو دي جينيرو وغيرها من المدن هذا وتجمع أكثر من مليون شخص في جادة شانزيليزي في باريس وبلغت لاحتفالات ذروتها عند منتصف الليل مع عرض ألعاب نارية أطلقت من قوس النصر في الجادة الشهيرة طبعته دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية الصيف المقبل في الدنمارك ولمناسبة خطاب رأس السنة التقليدي الذي نقله التلفزيون أعلنت الملكة مارغاريت الثانية البالغة 83 عاما بشكل مفاجئ تنحيها في 14 كنون الثاني عن العرش لنجلها الأمير فريديريك وفي الإمارات أضاءت الأسهم النارية سماء برج خليفة في دباي ضمن احتفالات في مدن عدة استمرت 60 دقيقة في منطقة الوثبة في إمارات أبو ظبي اشتركوا في القناة